أسعد اللهم سأكون بكل خير عزائي المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ستون دقيقة والتي سنناقش فيها استراتيجية وزارة الأشغال العامة والإسكان وخطتها التنفيذية أين وصلنا؟ دائما ما نقول أن دوران العجل في الأردن هو محور اقتصادي مهم وشريان وحتى يدور العجل لا بد من الطريق ما هي آلية الطرق في الأردن وإلى أي مدى يمكن أن نعيد تجويد الطرق وتحسينها الربط بين المحافظات اليوم لدينا التردد السريع بصات التردد السريع افتتحت المحطة في الزرقاء هل لدينا تجربة جديدة ممكن أن تتسع لتشمل محافظات أخرى مع طرق حديثة وطرق قابلة لأن يكون محور النقل فيها ينساب بمواعيد ومواقيت معينة نعلم أنها قد لا يكون هذا دور وزارة الأشغال ولكن الطريق هي الأهم أين الإسكان في وزارة الأشغال العامة والإسكان؟ لم نسمع عن مشاريع إسكانية جديدة علاقة وزارة الأشغال العامة والمقاولين علاقة وزارة الأشغال العامة مع باقي وزارة الإدارة المحلية وأدوات الربط في الأزمات والشوارع كل هذا سيكون محورنا مع ضيفية في الأستوديو وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ولكن بعد نشرة أخبار مع الزميلة رانا الخمايسي مساء الخير رانا مساء الخير عمر أهلا بك أسعد الله مساءكم مجددا أعزائي المشاهدين واسمحوا لي أن أرحب بضيفية في الأستوديو وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن مساء الخير المهندس أهلا وسهلا فيك في ستون دقيقة سعيد مساءك أخي شكرا للإستضافة الله يخليك واسمح لي أن نبدأ الحوار بعد هذا التقرير مشروع وطني استراتيجي سيحدثه نقلة نوعية في قطاع النقل على مستوى المملكة ويهدف المشروع الاستراتيجي المتمثلي في الحافلات سريعة التردد لتحقيق التكاملية والارتقاء بالخدمة المقدمة لركاب النقل المتوسط والتسهيل عليهم للوصول من وإلى هذه المحطات من المناطق المحاذية لها وتحديدا في أقوى خطوط النقل في المملكة والتي تربط بين العاصمة عمان وإحدى أكبر محافظات المملكة وأكثرها اكتظاضا مدينة الجند والعسكر مدينة الزرقاء وتتمثل محطة التحميل والتنزيل لحافلات التردد السريع في أربعة محطات ركاب وهي محطة ماركا والبيبسي ومحطة ركاب الرصيفة ومحطة ركاب الهاشمية بالإضافة لمركز الانطلاق والوصول الرئيسي في الزرقاء وسيمثل هذا المسار نقلة نوعية على صعيد التخفيف من الازدحمات المرورية التي تنشأ خلال ساعات الصباح الباكر وفي ساعات الذروة نتيجة تنقل المواطنين من وإلى أعمال أشكر زملائي في الإعداد على هذا التقرير وأبدأوا مع المهندس ماهر اليوم الباص السريع أو سريع التردد إنجاز التعبير ومحطة الزرقاء اللي هي هي أول ربط بين محافظة ومحافظة إنجاز التعبير شو الأفاق والتطلعات وين دور وزارة الأشغال وهل هذه التجربة في عمان مرشحة للانتقال إلى محافظات أخرى شكرا أخي عمر على الاستضافة طبعا بداية بحب أرفع أسماء آيات تهنية أو التبريك لسيدنا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد بمناسبة اليوبي الفضي لتولي سيدي صاحب الجلالة على السلطات الدستورية وكرّبنا سيدنا إنه افتتح محطة الزرقاء بـ 14-5 قبل 3 أيام وهذا المحطة هي آخر محطة بمسار الباص سريع من عمان إلى الزرقاء هذا المشروع يعتبر من المشاريع الكبيرة اللي قامت فيها وزارة الأشغال وكان الوعد إنه بنا نكمله بـ 31-12-2023 كمسار للأوتوستراد ومسار الباص سريع التردد والحمد لله تم إنهاء المسار بـ 31-12 كان منتهي الموضوع والمشروع كبير واجهنا تحديات كبيرة بصراحة بالمشروع قيمة 153 مليون من الزرقاء لعمان من عمان إلى الزرقاء من الزرقاء لعمان المشروع 153 مليون قيمته كان فيه 12 تقاطع رئيسي مهم سبع جسور خارسانية وخمس أنفاق 19 جسر مشاة 9 قديمة تم تأهيله و10 جسور مشاة جديدة طبعا فيه خمس محطات بهذا المسار التحدي إنه كان أولا إعادة إنشاء مسار الأوتوستراد كامل من عمان إلى الزرقاء وهاي التحديات أنت مسار المركبات يومي ما بتقدر تقطعه بدك تعيد إنشاء هذا الطريق وتوجد مسار الباصر يتردد في وسط الأوتوستراد طبعا هاي التحديات كانت أولا بدك توجد طبعا فيه تأخر كان بالمشروع بس بالثلاثة وعشرين الحمد لله كان فيه شدة من الكوادر العام لوزارة الأشغال والمقاولين والمكاتب الاستشارية لأنه صار فيه طلب إنه لازم ينتهي المشروع التحديات أهم تحديات كانت إنه لازم توجد تحويلات للمرور ما يأثر على سلاسة المرور وثيابية الحركة وهاي التحويلات لازم تكون مناسبة لحركة المرور وحجم المرور بالإضافة لتأثيثها من عواكس من شواخص إرشادية وتحذيرية التحدي الثاني اللي هو طرق الخدمة فيه عندنا أحياء على مسار الطريق بدك توصلهم في مراكز تجارية ما بدك تقطع لهم القدمة طرق الخدمة المواطنين بدون يوصلوا لأحياءهم للمراكز التجارية والمشكلة الأكبر كانت الخدمات المونتحتية الخدمات المونتحتية من مياه الاتصالات كهرباء صرف صحي للأسف ما كان في متوفر عنا المخططات التنفيذية الأزبل لهذه المشاريع طبعا إحنا أي مشروع منطلبه بدنا نشتغله كوزارة أشغال نطلب من الجهات المعلية اللي هي ومؤسسات الخدمات البنية التحتية يزودونا بالأزبل شو عندكم خدمات تحتها وين الخطوط وين الدنيا أعساس أننا نأخذ احتياطاتنا بالتنفيذ وكانت كمان المشكلة اللي كانت على ارتفاعات قليلة يعني أنت لما تعيد إنشاء الطريق وإنشاء الطريق كان ثلاث مسارب بالأصل لازم يرجع يعني بالخطة كان لازم يرجع من ثلاثة إلى خمس مسارب بكل اتجاه بالإضافة لمسار الباص السريع وهذه من التحديات اللي واجهتنا خلال التنفيذ بالإضافة لأنه أهم شيء كان أنه مسار الباص السريع لازم يكون حر ما في أي تقاطع ما في أي شهرة ضوئية ما في أي تداخل سير يعني محمي بحواجز خرساني بنيو جيرسي الباص من الانطلاق ومن العمان حتى الزرقاء ما في أي تقاطع وهذه الطلبة اللي حكيتها التقاطعات 12 تقاطع لازم لعملوا هو محطتين فيه إيش بديو ينزل فيه خمس محطات بالعب بالنص البلد وفي إيش بديو إحنا انطلاقنا من محطة المحطة في عمان بتنطلق باتجاه الزرقاء المشروع تم تقسيمه لأربع حزم كطريق والحزم الخامس اللي كانت إنشاء وتشطيب وتأثيذ خمس محطات للركاب على الطريق الأربع حزم كانت أول حزمة من المحطة حتى تقاطع عين غزال يعني أربع كيلو إلا شوي هاي الحزمة ضمنت جسر من منطقة المحطة بطول 600 متر جسر خاص للباص السريع وفيه قريبا من نهاية هاي الحزمة فيه عندنا كان تقاطع الطبربور مع المسلخ من أسوأ التقاطعات اللي كانت موجودة كان المفروضين عمل نفق عند التقاطع يضم المركبات ومسار الباص السريع تفاجأنا من خلال الضعف في التصميم ويعني كان فيه مشكلة بالتصميم إنه عندنا مسارات الصرف الصحي والمياه وكهرباء يعني فيه عندنا 1200 قطر الصرف الصحي والخطوط مياه كبيرة بنفس المسار اللي بلازم نعمل فيه النفق اللي بديه شميل بصير طبعا هذا كان عندنا مشكلة كبيرة يجبنا الخبراء كان لا يمكن نقل هاي الخدمات فتحول الموضوع إن عمل جسر من طريق طبربور يعني بدال نفق طلعنا بجسر صار جسر من ضياء الحق من طبربور باتجاه المسلخ وهاي الربط طبربور بماركة في 36 تقاطع يعني هذا قصة لحاله جسر المسلخ جسر المسلخ أمر تغيير 12 مليون وين التصميم وين المصنع وين اللي درس في حسابات يعني احنا المشروع هو مشروع مشترك بين وزارة الأشغال ووزارة النقل التمويل من وزارة النقل إذا عداد التصميم من شركة من شركتين اتلاف شركتين تم عداد التصميم وتزويد وزارة النقل وزارة النقل زودتنا بالتصميم واشتغلنا عليها فهي الحزم الأولى الحمد لله انتهى زي ما حكيتك مسار الباص والأوتوسترات ب31-12 كان منتهي الجسر هو الوحيد المتبقي وكان التركيز خلال الفترة الماضية باشرنا فيه بشهر ستة لـ 23 كان التركيز انه المنطقة اللي فوق الأوتوسترات وفوق بصار الباص لازل تكون منتهي طبعا زي ما حكيتك هو قصة لحاله هذا يعني نعم يعني بنشغل بطريقة الأوتاد البايلز يعني بالناس يندخل المواطن في الإزراء التنفيذي ولكن ملفت أنه 12 مليون أوامر تغيير أمر تغيير للجسر للجسر طب هذا الآن من الزرقى للجامعة الأردنية في مسار ومن الزرقى للمحطة نعم وهذولا المسارية كلهن ماشي اليوم هذه التجربة المهمة قد يتعلمني منها وهل سننقلها إلى محافظات مكتبة زي إربت زي باقي المحافظات يعني كثير الناس بتنتخد بيقول لك يا عمي عمان ميك لكل شي عمان ميك لكل الرزقى عمان ميك لكل طب والآخرين أخي عمر المشروع مشروع وطني يعني في النهاية صحيح وزارة الأشغال وزارة النقل تمويل وزارة النقل والأشغال عملته بس في النهاية تحول كمان شريكنا الثالث هي أمانة عمال كبرى فالمراحل الأربعة والمحطات كمحطات ركاب خمس محطات عندنا تم تشطيبهم تجهيزهم بالكامل لخدمة المواطنين ويعتبروا كمان جسور مشاه حتى للمواطنين يعني مقدروا يقول لنا في عندنا 24 جسر مشاه التشغيل هاي المشروع الوطني وإحنا إن شاء الله وزارة النقل وأمانة عمال في مشاريع لسه تحت الدراسة ونبحث فيها عساس قدمة المواطنين مثلا من عمال للصل في دراسة سيتم دراسة من عمال للصل عمل باصر يترد من عمال للصل من عمال لمادبة من عمال للمطار هاي المشاريع كلها مشاريع وطنية ومشرفني أحكي لك أنه سيدنا كان تابع هذا المشاريع في عمال السلط عمال مادبة عمال المطار نعم إمتى هذا بده يسير هلا تحت الدراسة تحت الدراسة يعني يوم الخميس تم الاتفاق مع الجهات المعنية والممولين رح يعملوا الدراسات مع وزارة النقل طبعا فيه فريق مشترك بين وزارة الأشغال وزارة النقل وأمانة عمال أمانة عمال معنية إنه نسلمها البنية التحتية هي بتقوم بتشغيل التشغيل الجميل بالموضوع إنه مشروع البصري من عمان إلى الزرقة كان الرقم المستهدف 25 ألف بالشهر لـ 30 ألف نعم أول يوم 8 ألف راكب راكب ثاني يوم الخميس كان 12 ألف يعني 50% تقريبا من مستهدفات الشهر صارم في يومين بالضبط فهذا مشروع بتبتلك إنه مشروع ناجح رح يخدم عدد كبير من المواطنين في مدينة إذن خلينا نروح يعني هذا خلصنا يعني أنت فتحت أيضا شهيتي أن أقول لك شو عندك في الـ 2024 واضح إذا بدك تقول لي يعني هاي الثلاث بصات سريع وبين ضربة وشو في مشاريع للطرق لأنه هذه الشرايين إذا كانت صحيحة أنا بعتقد كل عجلة الاقتصاد ستنهض صحيح شوف يمكن أنت ذكرت موضوع الاستراتيجي وما استراتيجية الوزارة الأشغال نعم إحنا عددنا استراتيجية من كم يوم نعم بس أهم أهم موضوع بالاستراتيجية اللي هي شبكة الطرق الرئيسية وربط المحافظات نعم بشبكة طرق آمنة محترمة حسب المواصفات العالمية وطبعا هذا بنشتغل عليه طول عمرها وزارة الأشغال بتشتغل على هاي الاستراتيجية بالـ 2023 كملنا حوالي 65 مليون مشاريع للطرق بـ 22 كان مكمل حوالي 70 مليون يعني ما منتفاجأ إلا بالـ 24 راح توصل لهم كـ 120 مليون المشاريع اللي بتخص الطرق بالمملكة التركيز حاليا مش على إنشاء طرق جديدة إلا إذا كانت بين محافظات ضرورة جدا بتنعمل هاي الإنشاء الأوتسترادات نعم طبعا هلا معظم الشغل عنا على صيانات يعني طريق الصحراوي بشهره 11-22 23 تم الافتتاح المصر بحوالي 17 كيلو بالاتجاهين كلفنا 22 مليون تم افتتاحه من قبل دولة الرئيس طبعا هذا المشروع رأس النقب المنطقة رأس النقب كانت من أسوأ المناطق الموجودة حاليا حاليا بالوقت الحالي من 4-5 إيه أيام ملشها من القويرة لجسر الترخيص بالطول حوالي 20 كيلو راح يتم مصيانته المرحلة القادمة طب الحقنة يخرب عشان الحقف المصيانية لا هو المشاريع اللي ما كانت مشغولة اللي انشغل 240 كيلو هلا المشروع من رأس النقب وباتجاه العقبة راح يتم إن شاء الله هلا باشرنا بالجزء من القويرة لجسر الترخيص والعطاء اللي جاي جاهز للطرح يعني منطقة المريغة لرأس النقب هاي حوالي 14 كيلو كل فتاة بحدود 3 ونصف مليون هاي إن شاء الله السنة من يكون خلصنا على سكرنا موضوع الطريق الصحراوي من العقبة لعمة بالضبط الموضوع التالي الطريق الخلفي في العقبة كان من أسوأ الطرق شفتها بحياتي حوادث وفيات وبعدين التآكل بالزفت نتيجة المواد الكيموية يعني للأسف قبل الأسبوع صار حريق صهريج على الطريق والحمد لله ما تأثرت الخلطة الاسفلتية تأثرت ديتشات القنوات اللي بجانب الطريق هذا كلفنا 2 مليون 800 ألف و17 كيلو وكان من أسوأ الطرق الموجودة في المملكة مش بالعقبة والحمد لله تم سيانته وعمله هلا راح ينكمل من الطريق الخلفي برضو للمينة في عنا 12 كيلو راح ينشتغل عليها من المشاريع المهمة كمان من معان للشيدية ومن المثلة الشيدية ومن المثلة الشيدية لمناجم الشيدية هذا المشروع حوالي 60 كيلو راح يتم تأهيله وصيانته بتمويل من شركة الفوسفات مشكورة طبعا نقدم لهم كل الشكر تقدير لرئيس ومجلس إدارة شركة الفوسفات راح يكلف حوالي 15 مليون عنا مشروع طريق سيء له مشروع معان لمدورة يعني هذا من أسوأ من الحدود لمدورة باتجاه معان هلا طرحنا أعطاه 25 كيلو ملي حدود باتجاه معان إن شاء الله راح يباشر خلال أيام للمشروع إذا ما باشر يعني هلا بإجراءات الترتيب ورح نعمل له صيانة هات كاملة هاي المشاريع أو هاي الطرق اللي فيها شكاوة وفيه وأنا دائما بقول المواطن ما بشكي من الطريق إلا أنه معاه حق مستوى الطرق لازم تكون كتير أحسن نحن هلا بموضوع الطرق والمواصفات جهزنا خمس مختبرات مركزية نعم هلا كل مدير يتأشغال عنا مختبرات تفحص المواصفات قبل أن نطلع الطرق ونطلع فيه طريق العرضة وفيه طريق الحزام الدائري الحزام الدائري الحمد لله تخلص مش خلص ضل جزء بسيط من جسر البيبسي باتجاه والعرضة العرضة بخمس وعشرين خمسة إن شاء الله رح يتموا يفتتاح يعني النازح لا 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 احنا عملنا طريق قديم يعني بعيد الاستقلال سيكون طريق العرضة إن شاء الله رح يتم يفتتاح هلا تقريبا نجاح بس بخمسة وعشرين خمسة جاهزة الافتتاح هلأ بالرتوش الأخيرة بدهان الطرق بالموضوع يمكن الإنارة أخرى شوي لأنه في عنا دراسة أما الناس فعلا زهقت بس إحنا عملنا طريق بديل تسعة كيلو يعني طريق بديل عن طريق العارضة وجهزنا كلفنا حوالي ثلاثة مليون والإنارة هلأ شغال فيه يعني هذا كله كويس بس الناس لما تتعود على طريق رئيسي بصير كل ما تشوف طريق بديل تستشعر بأنه مش مستقر حتى في وجدانها بظل الطريق في الطريق الملوكي كمان عندنا مشكلة السلكة ما رح ينطرح له إن شاء الله أنا بركز على المناطق اللي فيها الطرق ستحرك العجل الاقتصادي كلها واللي فيها طلبات من المواطنين أيضا لما نقول الطريق الملوكي الطريق الملوكي الجزء الخاص بالطفيلة رح يتم طرح بإذن الله بثنين ونص مليون يعني التجهيز وداخل عطاء جهزته رح يتم طرح عطاءه بس طريق العرضة خلينا أحكي الطريق العرضة ما فيه تأخير التزم بالوقت المقاول من أحسن المقاولين مواصفات عالية للطريق رح وكثير كثير ناس انبسطوا منه من الطريق ليه عندنا مشكلة مهندس يعني شغل لي عندنا مشكلة إنه بتيجي تقول يعني الناس بشعار فيه هذا الطريق لوزارة الأشغال ولا للبلدية ولا الأمانة فبيجي واحد بيجي كثير بيجي تصل فينا بيقول لك يا عمي رحنا على الأمانة مثلا قالوا نهذا الأشغال رحنا على الأشغال قال للأمانة أو للبلدية شو مواصف شو حدود وزارة الأشغال لما نقول هذا شارع تابع لوزارة الأشغال أي شارع يعني هاي مشكلة عامة وشكوى ودايما كله برمو على كله بالضبط خلينا نحكي لك إحنا بقانون الطرق 86 حدد شو الطرق الخاصة بوزارة الأشغال اللي هي الطرق النافذة اللي هي 20 30 40 60 عرض الطريق واللي يعتمد نافذ الطرق النافذة اللي هي بتربط بين المحافظات أو بتمر داخل المحافظات بتكون معتمد من خلال لجنة طرق النافذة واعتمد كطرق نافذة سابقا به اختصار كانت الأشغال تشتغل طرق مش من اختصاصها إحنا عندنا حدود التنظيم وحدود البلدية طبعا حدود البلدية أكبر من حدود التنظيم كانت الأشغال تشتغل طرق خارج حدود التنظيم داخل حدود البلدية طبعا إحنا بنهاية 22 بشهر 2 23 طلبت استشارة من ديوان التشري في قضايا في مشاكل بقولوا احنا خارج التنظيم خارج التنظيم لا يعني انها مسؤولية وزارة الأشغال خارج حدود البلدية مسؤولية وزارة الأشغال لازم إذن قد يكون فيه أراضي في البلدية غير خارج حدود التنظيم ولكن من صلاحيات البلدية هي مسؤولية حتى البلدية لازم تاخد قرار مجلس إذا فيه تعبيد شارع خارج التنظيم داخل حدودها لازم تاخد خاطب وزارة الإدارة المحلية وتاخذ إذن بتعبيد هذا الشارع إذا كان كيلو متر أو أقل بخدم عشر سكان وشريطة يتم دفع العوائد على هذا الشارع إحنا كوزاة الأشغال بصراحة من استلمت ما في طريق داخل حدود البلدية باشتغل أما خارج حدود البلدية شوارع ستة متر وطالع كلها مسؤولية حتى الطرق الزراعية خلينا نفود للملف الثاني يعني الناس تنبسط على هذا الشارع يا بتيجي أول شتوى بخرب يعني حقيقة جودة الطرق في الأردن بتاعة مراجعة يعني أحيانا مش معقول أن الشارع اليوم نعمله بخرب دي شغول إنسى الحفريات اللي ثاني يوم بتخلص الشارع بنبلش نحفر ولكن نفس جودة الشارع بتاني قارش أخي عمر أنا بأكد لك احنا شوارعنا اللي بنشتغلها يعني اللي بعرف وأنا ممتابع مع دارة المختبرات شوارعنا ضمن أعلى المواصفات أنا بأكد لك وأنا بتحدى وأنا بتحمل مسؤولية أي شارع اشتغلنا وصار فيها علي خراب عنا دارة المختبرات وضبط الجودة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية أي مشروع بكون هناك فحوصات مخبرية قبل البدء بالمشروع وقبل البدء بالفرشيات وقلال مراحل الفرشيات ووضع الخلطة الإسفلتية الساخنة عنا مختبرات حاليا زي ما حكيت لك كان عنا مختبرات كل مديريات هلأ لا عملت مع مختبرات مركزية مركزية في الشمال في إربد في عجلون في الزرقاء في العاصمة في الكرك في العقبة مختبرات مركزية زودتهم بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة للفحوصات أي فحص بالمختبر المركزي هلأ عزستهم عيننا مجموعة من الفنيين بالتعاون مع الدموان القدم المدنية اللي وزعناهم على هاي المختبرات فهاي الدور الرئيسي للمختبرات يتابع وعندي مجموعة من الفنيين بالمختبرات بأكد لك أنهم من أحسن الفنيين الموجودين بالإضافة للجمعية العلمية الملكية اللي فيها بيناتنا اتفاقية بتتابع الأبنية وبتتابع الطرق وفحوصات الدورية على كافة المواصفات اليوم كمان لما نقول والله في يعني عام الاربع عشرين خلينا نقول عام نهضة في قطاع الأشغال العام والإسكان وبظل الحكي انه طيب هاي الطرق الصغيرة اللي بين اللي ممكن تكون طرق إتاجية ان كانت طريق زراعية او طريق كي ما هي مخططكم بين المدن القرى التجمعات السكانية أنا بسميها بحب بسميها طرق إنتاجية لأنه إذا توفر طريق بجوز واحد يعمل له مصلح هون 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 وين وين في وزارة شفحنا في دور كمان للامركزية المجالسة اللامركزية برضو هي بتهتم بالطرق اللي خارج حدود البلديات أي مشروع يعني احنا في موازنة اللامركزية كطرق حوالي أربع عشرين مليون دينار موزع على المشاريع عندي ميتين وتسعتاشر مشروع بالمركزية معظمها طرق يعني معظم مشاريع هطرق بتتم بتنسيق مع مديريات الأشغال تم وكان علينا هم إنه موازنة اللامركزية ببلش وكان يباشروا بالعمل بشهر تمانية بشهر عشرة تنتهي السنة بتروح المستحقات ترجع للمالية صحيح حاليا سنة الـ 2024 من شهر واحد تم إعداد وثائق العطاء قبل ما الموازنة قبل أي قرار بأخذ استثناء لطرح العطاءات من دولة الرئيس وتفهم الموضوع أنه لازم أطرح العطاء بداية من شهر أربعة ببداية خمسة لازم تكون عطاءات اللامركزية هي عطاءات صغيرة يعني يعني إحنا عنا حوالي ملا بس محيانا ما بيخلصون لهم بس لازم تنتهي المشاريع وتكون مطروحة العطاء ومستلمة قبل نهاية العام وإلا بدا تروح للمخصصات وكثير عندي مشاكل مع مجالس المحافظات أنه خاصة بالـ 22 أنا من 2018 للـ 23 في مديونية على المركزية ديش حكي حوالي 16 مليون للوزارة للأزر مش للوزار للمقاولين للشركات بس من مخصصات بس هي للأسف أنه بتيجي المجلس المحافظة ما بيخصص مبلغ بالموازنة للمشاريع القائمة يعني إذا في مشاريع قائمة المفروض أنه في الرأس من نفقات الرأس ما ليه يكون موجود يحطها يعمل حساب أنه يحجز مبلغ للمشاريع في كثير كانت مشاريع ما يحجزونها بالمقاول ما يخصصونها بالموازنة وهلا بتدخل بمشاكل بتدخل بمشاكل تحكيمية بمشاكل مع المقاولين وهاي إن شاء الله من الأربع عشرين باشرنا فيها نضبط الأمور ناخد تزديد للمديونية جزء من المديونية بالخمسة وعشرين المفروض ما يصير عندي أي مشكلة أي خلال أو عجز إن شاء الله مهندس كمان في شكوى مثلا أنا سمعت أنه يا أخي بنبعث العطاء لوزارة الأشغال لدارة العطاءات الحكومية بين دراسات واستشارات أول شيء وقت طويل ثم كل فئة سياد ليه ما يكون مثلا زي زمان بوزارة التربية مدرسة في عندهم لهم شغلهم وللأسف بقولوا لك من المدارس اللي كنا نبنيها إحنا كوزارة أحسب من اللي بنيها لما روحنا على العطاءات الاستشارة واستشارة أخر وأنا تابعت كم من مدرسة حقيقة صلى سنوات ما طلعت من عندكم لأشغال خمار أنت بتبحث بملفات كبيرة شوية أنا أحكي لك موضوع التربية من فترة طويلة قاعدين بيتخاطبوا أنه بدنا نشتغل بدنا يصير بدنا نجي مهندسين ونشتغل مشاريعنا و2007 كان فيه مديرية أبنية كبيرة في الوزارة بالوزارة أنا كنت أنا مشتغل ديوان محاسبة ومتابع مشاريع التربية وكنت منذوب ومراقب ديوان محاسبة بمشاريع التربية ما بدي أحكي أكثر من هيك بالوزارة بلشت الدراسة على موضوع التربية ملاحظات المشاكل في التربية وتم حلها وعملها لأي الحاق المهندسين اللي موجودين بالتربية لأي مديرية لإدارة الأبنية اللي عام اللي صارت صارت في عندنا مديرية للأبنية تابعة لوزارة الأشغال وجابوا كل المهندسين من كل الوزارات المؤسسات وحطوهم بهذه المديرية بالألفين واثناش حلوها والحقوا كل المهندسين لوزارة الأشغال أنا مش مدحن الجهة الفنية الوحيدة اللي بتتابع المشاريع هي وزارة الأشغال موضوع أنه الكلفة عالية والمشاريع لا في أسس من أن يمشي عليها هلا في عندنا بالمشاريع التربية أو أي مشروع حكومي يعني إحنا عندنا مشاريع لكل الأبني بس أكثر جهة من التعامل محاولة زارة التربية وزارة الصحة نعم أي مشروع بده يصير بده في عندنا تشيكليست قائمة التحقق للمصمم 28 قائمة وللمالك 17 بند بتعبي لي هاي القائمة قبل ما أخذ منك أي معلومة بدك مدرسة بتعطي بدك مركز صحي بدك تعبي لي هاي المتطلبات اللي هي نظافة الأرض مساحة الأرض ملكيتها لمين نخصصها ما في أي عوائق وهنا بلشنا فيه بـ 23 لأنه كانت عندنا مشاكل قضايا تحكيمية وأوامر تغييرية بالتربية وبالصحة نهيك عن القطاعات الثانية كانت تعملنا صداع بصراحة من بداية من بداية 23 عملنا هاي نعم في نهاية السنة بس قلت لهم عملوا اليحصائية عملنا على شغلة بدنا نشوف شو النتائج نشوف الفيتباك شو عندنا شو رجع كانت نظر الوزارة التربية 140% أو نسبة الأوامر تغييرية بالمشاريع تاعتها نسبة 140% من قيمة المشاريع يعني إذا كان حقه دينار صلي 42 بالضبط الصحة 122% القطاعات الثانية 79% رجعنا على نهاية 23 أو شهر 2 إلى 24 المشاريع اللي انتهت نسبة الأوامر تغييرية حسبولنا إياها من 0 إلى 1.07 من 0 إلى 1.07 نسبة الأوامر يعني أقل من 2% تقريبا انتهت انشطت الأوامر تغييرية لأنه ما في المتطلبات اللي نطلبها وبزعلوا يعني أحكي لك في أحد المؤسسات الحكومية الكبيرة لغاية الآن من الستين لغاية الآن بدهم يعملوا مشروع صغير صيان إلى لما طلبنا سند التسجيل مسجل بأسامي مواطنين أصحاب القطع الأصلية يعني مش باسم المؤسس مش باسم الوزارة مش باسم أو الوزارة أقول له طيب عدل جيب خلص لهاي مشان تصير باسمك باسم الوزارة ومين بدي أجيبهم طب انت هاي القضايا من الستينيات القرن الواضي من الستينات أبدا وبيدهم يعملوا مشروع أنا عطلت آخر شي أجبرت قلت هم بتكت مشوهم لأنه في منحة هاتين عمل هاي القضايا هاي بتسكر ملفات كبيرة عنا خاصة لأوامر التغييرية خاصة لما يكون في عواقب في عامود في مدرسة بساحة مدرسة عامود سلموا القطع وراح سنة ونص ولي بقاو الواقف وبحسب منزمنات ليش في عامود كهرباء شيلوا ما تشيلوا ما شلناهوش وأخذ تعويضات وأخذ على العامود الموجود بسهل لأنه ما في تقرير مساحب يبين لك أنه هي الأرض نظيفة ما في عليها اعتداءات مسجل باسم الوزارة المعنية ما في الملكية باسمهم قضايا هاي بدأت تنحل وهم حلين كتير قضايا أنا أعطيك أنا شوفتك لما أسألتك يكبر نجسة تجاوب بمرارة يعني يعني الأوامر التغييرية كمان أنا عملت صداعة بصراحة وقضايا التحكيم أنا قضايا التحكيم وإن شاء الله رحلها علناها وبلشنا مع لجنة سياسات الشراء عملنا خذنا قرارات حطينا وثيق قياسية لأنه في ناس بيستغل هذه القضايا التحكيمية للانتفاع بطريقة غير مشروعة بصراحة يعني في مقاولين بتعتروا بتصير في قضايا تحكيمية إلهم حق يعني يعني واحد عنده مشروع بأحد المديريات عنده خمس مشاريع بمليون وثمانمائة ألف وعار رافع قضايا تحكيمية بستة عشر مليون أبدا وتبين أنه مزور ولا حولنا للنائب العام يعني بقول لك قضايا هاي القضايا لازم تنتهي وهاي مسؤولية وزارة الأشغال إنها تنهيها مش بس بس وزارة الأشغال حتى للمؤسسات وزارة البلديات المؤسسات الثانية هلأ راح يكون فيه لجنة يوم الخميس بناء العطلة بتوجيهة دولة الرئيس إنه فيه شركات مضرة بالقطاع بدأت تشكل لجنة من كافة الأطراف أمان عمان البلديات الأشغال شركات مقاولات يعني شراء المقاولات يعني سمع بقول لك شركات سيئة وأنا علشت بطريقتي علشت المقاولين السئين إنهما يدخل علينا بمشروع بس بطريقة الخاصة يعني كوزارة هلأ بدك تمأسسها هلأ بدنا نقاولنها كمان بصراحة فإن شاء الله يعني بدنا نطلب سيفي للمقاول عنا 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 مش تغال مش كويس هلأ بصراحة المقاولين اللي عنا قاولين اللي عنا مشاكل محهم وبدخلونا بقضايا تحكيمية واللي بدخل على المشروع بس مشان يكون محكم إحنا منحاول نستبعده ونتعامل معه طبعا نفس الشي مكاتب الاستشارية بنفس الوضع يعني في مكاتب استشارية بس هم هنا تدخل كلية مرسم بس بس يدخل يعني باقي فيه تراخي ولا عدم وعي ولا عدم معرفي ولا عدم خبرة ما بعرف أنا بس يعني الحمد لله نشوية الخبرة اللي عندي بالمقاولات وبدوال محاسبة وبالعيش بلدية يعني فيه شغلات لازم تنعمل لازم وعندي الحمد لله يعني هلأ كوادرنا تغيرت حتى الأسلوب الأداء بالعطاءات وإن شاء الله هي أنا ما بهمني أي مقاول بهمني المقاول الجيد أنه يثبت ويظل موجود وأدعمه وندعمه يشتغل معنا بصراحة أما المقاولين اللي سيئين اللي تاريخهم سيئ ما بهمني إذا بقل السوق ولا لا أنا بدي أسأل يعني السؤال إن شاء الله يضل معي وقت كثير كيف نعتمد معايير السلامة المرورية على طرق وزارة الأشغال رفعنا عنا مديرية السلامة المرورية المديرية السلامة المرورية معنية بالحواجز المعدنية القاردريل ومعنية بالنيوجيرسي الحواجز الخرسانية نعم وبدهان الطرق طبعا هاي إلها مواصفاتها وإلها طرقها عندي مشكلة إنه نحن لما نعمل العطاء بتضمن هذا العطاء الديهان والقاردريل المعدنية والخرسان نيوجيرسي من أكبر المشاكل اللي بنواجهها إنه خاصة في الطرق المنعزلة اللي ما فيها سكان بيجيوا مواطنيين بفكوا البراغي بتركوها الخاصة الحديدة الحديدة وبالليل بيجيوا بيسحبوها وبيسربوها ما مش مميز إنه هاي عملت للسلام المروري للحماية هلا عملت من بداية الثلاثة عشرين كل مديرية الأشغال بتطلعوا على وتلحموهم الحام يعني فيش باري يعني البرغي بالتحم يعني بصر يمكن طريقة مش حضارية وعيب أحكي فيها بس مش لاقي طريقة ثانية إنه مشان أمنعوا من سلقة الحواجز المعدنية الحواجز القرسانية جدا ضرورية لسلام المروري بتنعمل بالأوتسترادات إما بتنعمل بوسط أو عند الوديان وإذا تطلب الأمر ينعمل حواجز معدنية وحواجز قرسانية هلا مدرية السلام المرورية شغالين بالدهانات بالحواجز والسنة هاي إن شاء الله رح أشتري ثلاث مكنات الدهان يعني أنا في عندي مكنتين شوية تعبانين السنة يبدأ أشتري ثلاث مكنات الدهان حتى خدمة البلديات يعني ما رح تشتغل فيه إحدى البلديات المكناة طلبها فيه عنده مناسبة وطنية وافتتاحات طلب عدتها وراح أزود وجب الثلاث مكنات صغار الدهان هلا من طريق عمان إربد بنطفوا الحواجز الخرساني من يوجيرسي وبدهنوا ويعطوه لهم واحد لأنه كلهم مكتوب عليه دعايات وإنشاءات وإلحق وتلفون وحاتف وزارع فسنان مري حملها كبير كمان بس عندي القدرة أني أزودهم بأجهزة ومعدات وكوادر اللي يشتغلوا بها الشغل هذا إن شاء الله اليوم قلنا أن المقاولين يعني أوكي بدنا نركز على السي في بتاعه ولكن آخر سؤال أيضا أنا أعتقد قطاع الإنشاءات كله بده تطوير وفيه موارسات فضلة وفيه تقنيات حديثة كيف بدنا نشوف هذه القوانات شوفنا أنا رئيس مجلس البناء الوطني نعم وكان عندنا اجتماع للمجلس البناء الوطني بـ 14-9 السنة الماضية وكان فيه عدة قرارات أهم شيء كانت الوثيقة الإطارية بدنا تتوزع باشرنا في أبو 1-5 نعم هاي الوثيقة للمشاريع هلها راح تطبقها طبعا المجلس البناء الوطني بيعنا بالكودات بيعنا بالسلال الموري لجان التفتيش على كل المشاريع في عنا أربع لجان تفتيش في العاصمة ليس سألتك فيه تقنيات جديدة بالعالم مش داخلة بالكود الأردن صحيح احنا من تابع الكودات العالمية أول بأول طبعا مع الجميع العلمية الملكية فهي الوثيقة الإطارية تم اعتماد بـ 14-9 في آخر الاجتماع كان برعاية دولة الرئيس هاي راح نباشر فيها بواحد خمسة باشرنا فيها محافظة إربد الزرقاء عمام تحت التجربة لمدة سنة راح نقيمها طبعا فيه كتير ناس سعلوا منها فيه مجموعة كبيرة المقاولين اللي بيحبوا مهنتهم بيحترموا هنتهم قبل الأسبوع قالوا بدنا نيجي عم نشكرك على الوثيقة الإطارية اللي هي عبارة عن شهادة ميلاد لكل مشروع المشروع منه يباشر بتكون فيه وثيقة بتسجل كل إشي بيصير بالمشروع من فحوصات مخبرية من مختبرات من مواد المتابعة الكوادر الموجودة الالتزام بالمخططات الالتزام بالفحوصات الالتزام بالكودات وهاي الوثيقة فيه كتير ناس انبسط منها يعني هوية للبناء بعرف شهادة بيلاد وشهادة انتهاء أبدا وهذا باشرنا فيه من واحد خمسة يعني من بداية الشهر باشرنا فيه لكل بناء أكتر من ألف متر بتلت محافظات بناء على طلب النقابات والمقابلين خلينا بس نجربها وهاي الوثيقة الإطارية تعتبر من أفضل لأنه كثير ناس كانت تشتري هالشقة مسكين ثاني يوم تروح بعمارة سكن وينها رايح أي شكوى بتيجي على مشروعه سكني شكوى لمجلس البناء البطنية لدينا لجان متخصصين لجان الانهيارات لجان الانشائية يجب بقول لك تشريب لي لوكس بعدين بطلع ولا ولا إله علاقة إجانا ناس كثير في أحد المواطن اللي قاني بقول لي أنا بتسطحها ومعبيها فوم وديت لمجلس لجان الانشائية ورفع قضية ودفع سعرها كامل ورجعت للمالك يعني هذا مهم يعني فيه بالكود فيه تقنيات جديدة حديثة في البناء يعني بدأ الحديد تسريح طالع إشي جديد فيه إدهان هو بضوي بتصم الشمس وبضوي بالليل كل هذا مش موجود بكود البناء إحنا إحنا بأي وسيلة جديدة وأي إضافة جديدة للإنشاءات أو الطرق حتى بتم تقديمها للمجلس البناء الوطني بتم دراستها فحصها وإذا كانت مناسبة وملائمة للطرق أو للأبنية بتم اعتمادها طيب أنا يعني بدي أشكرك أول إشي على هذا اللقاء وعلى هذا الوضوح والصراحة ويعني كما عهدناك مهندس مهر والسمن ما زلت يعني يعني لا في عندك مدارة ولا في عندك تخبائي فشكرا إليك جزيلا وإن شاء الله بنا نحاول نشوف أنه وننقل يعني أنه الآن يبدو أن تجربة الباص السريع ستصل الصل ماذا إن شاء الله جرش بكرة عنا مهرجنات وهيك وإن شاء الله أنه نشوف الباص السريع نموذج في محافظات أخرى كما قال المهندس وبيدي أشكرك شكرا جزيلا إليك ولأن هذا ما لدينا سأترككم وأجندة الأسبوع شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة